موسيقى جوية موبيليس معا نصنع المستقبل مشاهدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي دائما استقرار في الوضعية الجوية على كافة التراب الوطني تبقى بعد الصحبة سفلة مع ضباب محلي خلال الصباح الباكن نحو السواحل الغربية وكذلك الشرقية جواء مشمسة خلال النهار مشمسة أيضا بشمال الصحرى والجنوب الشرقي هنا تكون حارة مغشا جزيا نحو الجنوب الغربي والصحراء الوسطى دائما مع درجة حرارة عالية بصحراء الوسطى وتبقى خلائر عادية موسمية تنشط بأقصى الجنوب لغاية منطقتين الهوغار والتاسيدي مرفوقة بأمطار محلية الحرارة خلال ليلة اليوم تتروح ما بين 16 إلى 22 درجة بالمناطق الشمالية 26 إلى 28 درجة بشمال الصحرى تقريبا نفس المقياس بمنطقتين الهوغار والتاسيدي لن تتعدى 24 درجة بتيندوف 31 درجة بإليزي ترتفع إلى 36 درجة كعلى مقياس بأدرار فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظاهرة الغد بحول الله تعرف ارتفاع خاصة نحو المناطق الداخلية الغربية مع 41 درجة كعلى مقياس بإليزان بيشلف كذلك بسد بالعباس ومعسكر 30 درجة فقط بسكيك داع النبات 33 درجة بالعاصمة ترتفع إلى 36 درجة بوهران 37 درجة بتينمسان كذلك بالبيض 34 درجة بقصنطينا بينما جنوبا 36 درجة منتظرة بنسبة لثمن راس ترتفع إلى 43 درجة بجانات نفس المقياس بتيندوف من عباس 40 درجة بغردية والأغوات بينما تبقى جوء حرة بإليزي ب47 درجة كذلك ببرج برج مختار في حدود 46 درجة وتصل إلى 50 درجة تحت الدل بصحراء الوسطى فيما يخص البحر خلال يوم الغد بإذن الله سيكون مطرب هذا على السواحل الشرقية قليل الاتراب إلى مطار محليا بسواحل الوسطى وكذلك الغربية الرياح من ضعيفة إلى معتدلة لكن ستشتدي لغاية 50 كم في ساعة هذا بسواحل الغربية ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية تدور إلى شمالية تماما أحيانا شمالية غربية بسواحل الشرقية هذا عن داخل الوطن جولة خطفة الآن إلى بعض العواسم الأوروبية الأجواء ستبقى مستقرة ومشمسة على أغلب العواسم عادة ببرلين أمطار مرتقبة بـ 18 درجة نفس الأجواء تقريبا بفينا الحرارة تقرب 20 درجة بلندن 35 درجة بإسطنبول 29 درجة بروما وترتفع بمدريد ولجبونة لتصل محليا إلى 38 درجة مئوية عن وقت غروب الشمس وشرق الشمس لصباحة الغد بحول الله الذي سيكون في حدود الخامسة صباحا و57 دقيقة على الساعة 7 و57 دقيقة دائما التوقيت يناسب العاصمة وضوحيها أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله